مشاهدين الكرام ننوه إلى هذا الخبر العادي حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة القربية والجهود المصري للدفع تجاه وقف اطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التواصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمنة والاستقرار في الشرق الأوسط ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية تناول تطورات الأوضاع في قطاع الجزة والضفة الغربية والجهود المصري للدفع تجاه وقف اطلاق النار وحماية المدنيين وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التواصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط